وزير الخارجية وملكة البحرين الدبلوماسية والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة وفي بداية اللقاء نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود المخلصة التي تطلع بها البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج لتنفيذ السياسة الخارجية للمملكة وإبراز منجزاتها الحضارية ورعاية مصالحها وتعزيز علاقات التعاون المشترك مع كافة دول العالم وأشهد وزير الخارجية بالعمل الدبلوماسي الذي تقوم به البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك وكافة منتسبيها في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والأمم المتحدة ووكالتها المختلفة والمضي بها قدما نحو آفاق أشمل بما يلبي المصالح المشتركة مثنيا على جهود البعثة في التحضير وعداد برنامج عمل الوفود الرسمية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في هذه الدورة وكاد وزير الخارجية على همية تظافر جهود الجميع من أجل مشاركة فعالة تحقق أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين وإبراز مكانتها في هذا المحفل الدولي المهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم وتم خلال اللقاء استعراض جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات رفيعة المستوى والتي ستعقد بهذه المناسبة وبرنامج عمل وفد مملكة البحرين واللقاءات التنائية التي سيعقدها وزير الخارجية مع نظرائه من وزراء الدول الشقيقة والصديقة واللقاءات الوزرية المشتركة التي تعقد مع وزراء خارجية الدول والتكتلات العالمية ترجمة نانسي قنقر شكرا